موسيقى موسيقى بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين الحلقة الثانية عشر شاول شاول سلام لكم سلام المسيح لحياتكم أخواني وأخواتي ونلتقي مرة أخرى وبرنامج أبناء الرافدين اليوم رح نتكلم عن شاول والطهادات للمسيحيين لقد قام شاول بالطهاد المسيحيين والمسيح وقتلهم باسم الدين بسبب التفكير اللي عنده إذ وهو أن المسيحيين هم معتدين على معتقدات اليهود وهذا هو فكر شاول عن المسيحيين المتعدين على معتقدات اليهود ولكن لو نقرأ عن بولوس أو شاول نعرف أنه كان ذو معرفة كتابية تعلم وتربى في مستوى راقي واسمه شاول الترسوسي وكان يظن أنه كان يقاتل ويقتل الظالين أي أعداء الله اسم شاول معناه مطلوب وهو كان مطلوب إلى الله على كل عمل قام به ضد المسيح والمسيحيين حسب فكرة وعقيدة اللي هو يتبعها وكل هذا أدى إلى ظهور مجد الرب من خلال المدعو شاول وأصبح بولوس الرسول أي معناه الصغير خلونا نشوف التغيير الاسم من المطلوب إلى الصغير هل تقبل أن تكون بهي شي مكان يا إنسان طبعا من الفكر البشري لا بس من الفكر الإلهي إيه لأن هذا رفع من بولوس الرسول وصار رسول الأمم هو روماني جنسية كان يهودي الديانة ودرس اللغة العبرية وقد تعلموا التلمذ على يد الحاخام وتقابل مع الرب يسوع في طريقة وهو يتهدد ويقتل تلاميذ الرب رجال ونساء كان يسوقهم يقول الكتاب وهم موثوقين اليد وفي ذهاب إلى دمشق صار بقرب برق من نور أو مثل ما مكتوب في أعمال الرسول التسعة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قال له شاول شاول لماذا تفطهدني فقال من أنت يا سيد فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تفطهده صعب عليك أن ترفس مناخس فقال هو مرتعد متحير يا رب ماذا تريد أن أفعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل أما الرجال المسافرين وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد وهي شهادتان لظهور المسيح مقابل شخصية مع شاول وسمع الصوت من خلال الرجال المسافرين معه وبقى شاول ثلاث أيام في دمشق ولم يبصر لمدة ثلاث أيام ولم يكن يأكل ولم يشرب كان صايم كان ديعد نفسا لخدمة السيد وكان أكو في دمشق تلميذ اسمه حنانية قال له الرب في رؤية اذهب إلى مكان بيت يهودي وأطلب أن ترى رجل ترسوسي اسمه شاول ويقول يا رب أنا سمعت عن هذا الشخص أنه هذا شرير يقتل قديسيك يقتل تلاميذك في أرشاليم وعند سلطان من رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون بإسمك قال له الرب اذهب وأنا مختار هذا الشخص أن يحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل وأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي وراح نانية إلى شاول وضع يده على شاول وقال له أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس فأبصر وكانت هاي مسحة لشاول لكي يخدم الرب يسوع وذهب ويكرز في جميع المجامع بالمسيح يسوع أن هذا هو ابن الله ويحتي باختباره أمام الناس وظن البعض من الناس أنه هو مجنون واني أقول اليوم باسم المسيح يسوع بصوت من الرب يبرق في السماء على كل داعش على كل ظال على كل شخص مثل داعش لماذا تضطهدون المسيح لماذا تضطهدون المسيحين وكل مسلم متعصب يظن المسيح والمسيحيين يضطهدهم لماذا تضطهدون المسيح وتنفتح عيونكم ويبتعد الشر عن قلوبكم نجي نشوف بولوس كان روماني جنسية داعش بدون جنسية لم لوم عند كتاب يقتدي بي بولوس قاري لكلمة الله واليهود وكان يشهدون لبولوس ويصرخ بعض المسلمين أننا أبرياء من داعش ولا يعترفون بالمسلمين المتعصبين لأنهم متخلفين هم ليسوا منا بولوس كان عنده سلطان من دولة وقادت اليهود والحاخام داعش مطرود ما كوا إلى أحد يلمهم والدولة طردتهم وهستدت حاربهم ويقولون داي حررون بس شنو ما صير الناس الموجودة شنو حيصيروا إياهم راح الأخضر ويليابس هاي هي الخطة الجديدة حتى يلهون الشعب هاي حسب الأخبار بعد ما نعرف اللي صار هل هذا صحيح أم هي اتفاقية بين منه لا نعلم الله يعلم الله يعلم المخفي وأكو شي مخفي الله اللي يعرفه منين عندهم تمويل يحشون على الأعداء والغرب والصهيونية وهم مسلاحهم من نعرف منين من الغرب والملابس والطعام كل أجنبي أي أدري هاي الفلوس منين بولوس كان مؤمن بكتاب سماوي إلى مصداقية ماذا لدى داعش ادعاءات بالقتل والدمار هاي كتب أو فلسفة شيطانية نصلي إلهم من أجل أن تنفتح عيونهم مثل ما صار مع بولوس والرب يقولكم كل شي يزول أما كلامي لا يزول لا يزول نفهم ونعلم هذا شغلنا احنا نعلمهم مثل ما صار ويا حنانيا وراح إلى بولوس ونخلي إيدينا عليهم حتى تنفتح عيونهم ونصلي إلهم ونصلي إلى الرب القدير وهناك يا أحباب الرب من آمن من داعش والمسلمين وهناك من قبل المسيح وهناك من تقابل مع المسيح ويستمر المسيح بعمله ويعمل في وسطكم عجائب ويظهر في رؤى وأحلام وننشر كلمة الرب وكلام الرب مثل ما مكتوب في أشعياء خمسة وخمسين داعش هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة وكل من يضطهد المسيحيين والمسيح داعش وكل مسلم مضطهد يعلنون اسم المسيح لأنهم يعرفون أنه لا يوجد حق وأحق من كلمة واسم المسيح وكتاب المسيح هذا إحنا أولاد المسيح نحب ونسامح ونصلي بقوة وما نخاف هو مسيح نهيج علمنا وهاي تعاليم المسيح وقال المسيح وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وليس القتل واللي يخدمون داعش وإله داعش وكتاب داعش واللي غير داعش واللي مثلهم والظنون أنكم تعملون إرادة الله بقتلكم وتهجيركم وسرقتكم إلى أخوتكم أنت تضحك على نفسك وعلى حالك إحنا ما نستخدم سيف بس إحنا أولاد القدير نطلب بإسم المسيح تمطر من الخير ونطفي نار كل شرير وحاقد اللي ييجي بالسيف بالسيف يرجع نداء إلى كل داعش واللي مثل داعش واللي وراء داعش إحنا ما نخاف إحنا أولاد ملك الملوك أنا تنتيمكم وعندي قصص واختبارات أنا نشرت كلمة الرب والرب كان يحميني في وسطكم وهو استختمني بقوة اسم القدوس أنا عندي تاريخ مع العراقيين والمسيح وكلمة الرب كانت تحميني أنا عندي أعمال الله في حياتي وحياة آخرين الباقي عليك ياللي ما عندك تاريخ وتمسي باسم الشيطان وتقتل وتذبح وتسرق أنا تنت أروح وأنشر كلمة المسيح كلمة السلام والمحبة بكل محافظات العراق وأكو ناس تعرفني وتشهدلي وأتكلم بقوة الرب وكلمة الرب وكنيسة المسيح قال المسيح على هذه الصخرة بواب الجحين لم تقوى عليها وهو إيماننا بالرب يسوع هو صخرتنا إحنا ما نخاف إحنا أقوياء والقوة مو اللي يحمل إسلاح القوة اللي يغفر ويسامح الملك والقاضي هو اللي يحكم وإحنا أولاد ملك الملوك أبناء القاضي إحنا أبناء ملك الملوك ورب الأرباب إحنا ندعوكم كمسيحيين أن يتوبون إحنا ندعوكم مع المسيح توب وقبله الوقت وقت خلاص عندك فرصة ارجع إلى الله إله الحق وليس إله الظلمة اللي أنت تحكي به قبل ما تتواجه مع الديان تعال إلى إله الحقيقي كل يوم نطلع بسالفة جديدة هسا عدنا سالفة التطبير تطبير الأطفال يعني يجي الأب ويلزم ابنه مهما ما يكون عمره حتى حديث الولادة ويتم ضربة أو طعنة بسكينة في الراس أو مناطق أخرى في الجسد ويقول له هذا من أجل فلان أريد أشوف شنو هذا تعليم من يلكم يا شريعة ويا دين وين أكو هيتي شي كافي تعبنا من الدم ما يكفي ولدنا دا يموتون قدامنا ونشوف دمهم وهسا قمنا نضربهم بيدينا خافوا الله خافوا الله أنتوا وكلاء على هاي الأساد مو أنتوا أملاك أو إله على هاي الأساد ما شبعنا إحنا لا ضد الشيعة ولا السنة إحنا ضد كل من يقيد الحرية ويكون مقيد إحنا ضد تدمير الطفل والإنسانية ارحموا أولادكم اللي هما عطيت الله لأن هما بركة من الرب إحنا قمنا نذبح وندمر هاي البركة خافوا خافوا الله يا ناس يا عالم اللي دا سووا بأولادكم وبشعبكم هيتي الشيعة يطبرون ولدهم وهيتي حلال السنة يكتلون بأخوتهم هذا يا دين جايين أنتوا بي تحجون القتل الله ما خلانا ما خلقنا لهيتي أمر الله خلقنا من أجل السلام والمحبة ويكون عندنا علاقة وياه توبوا كافي قتل ودمار توبوا يكفي دم الأبرياء توبوا من هذا الفكر هذا فكر شيطان أما أنت اللي دا ترفض وتريد تعبد هذا الفكر أو الشيطان رسالتي إليك يا من تمشي في ظلمة أنت مصيرك الهلاك ارجع راجع نفسك وصلي خلونا نصلي من أجل كل المضطهدين والمتعبين ونصرخ إلى الله القدير أن يحميهم وينجيهم من إيدي الشيطان والشرير من كل داعش وكل فكر مثل داعش باسمك يا مسيح نطلب الحماية وأنت تسمع وتستجيب ارحم أهلنا يا رب واحمي بلدنا باسمك القدوس نطلب حلقتنا الجاية حتكون الحلقة الثالثة عشر مسيحي العراق إلى أين بركة الرب وحماية المسيح عليكم وعلى بيوتكم وعلى العراق الحبيب إلى اللقاء بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة